لو تحدثنا أيضا عن خطوات الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة في ضوء قرارات قمة الرياض يعني اللي نقدر نقوله عشان احنا برضو في حاجات ما بنتكلمش فيها في الإعلام اللي نقدر نقوله ان احنا فيه تركيز في الفترة المقبلة على العمل في الأمم المتحدة لأنها ساحة مهمة فيه تركيز أيضا على المصار القضائي فيه أيضا تركيز على المصار السياسي عموما في موضوعات الاعتراف بفلسطين وما إلى ذلك فإن شاء الله ننجح في الفترة القادمة أن احنا نحقق يعني ولو جزء من النجاحات المطلوبة منا والمنتظرة كما تمدت في هذه القنة وما رؤيتك حول جهود الوساطة الدولية بشأن قطاع غزة ولبنان هل الجامعة العربية لديها خطط كوسيط في ظل تعثر المفاوضات؟ لا الجامعة العربية لا تعمل كوسيط مع طرف الاحتلال يعني فيه وسطاء معروفين في القصة بتاعت غزة الوسطاء زي ما قلنا الولايات المتحدة ومصر وقطر في موضوع لبنان الوسيط هو أمريكي وحده هو الذي يتوسط معروف أنه هو يعني لديه يعني رحلات معروفة للطرفين الحقيقة يعني موضوع الوساطة يعني مش شايفينه أنه هو يعني بيحقق أي أي تقدم للأسف كنا نأمل أن يكون فيه تقدم لكن تعئيدات كتيرة جدا سواء على هذا الجانب أو ذلك لكن زي ما قلنا إحنا شغلنا حاجة تانية شغلنا أن إحنا بنبني الموقف السياسي الدولي بنشتغل عليه بنبني موقف مناوق لسياسات قوة الاحتلال وهذا هو أساس العمل التي تقوم بجامعة العربية في هذا الموضوع بما أن غزة ولبنان يعانيان من أزمات إنسانية خانقة ما هي رؤيتكم لتخفيف هذه المعاناة وهل المبادرات القائمة لدعم السكان هناك كافية؟ برضو عشان ما نظلمشي الأطراف المانحة سواء دول أو منظمات طبعا يعني أنا أعلم أن مثلا في حالة قطاع غزة كان فيه يعني فض كبير جدا من الدعم الإنساني بالذات من بداية الأزمة يعني لكن قيام القوة الاحتلال بإجهاض كل محاولات الدخول إلى القطاع بالذات في الفترة الأخيرة واستخدام التجويع زي ما قلنا ده أمر مرفوض دوليا ويجب أن إحنا جميعا ندينه لبنان الوضع فيها وضع حرك جدا النزوح اللبنانيين من جنوب البلد إلى الوسط والشمال والشرق وحتى يمكن في بعض الأحيان ما وراء الحدود يعني يمكن هم عدوا الحدود ودخلوا سوريا والعراق كما سمعنا كل هذا أدى إلى أن في تعقيد في مسألة إرسال المساعدات مش مسألة سهلة وتوزعها يمكن تلقي أن في دول عربية بالذات أي مبدورها في موضوع لبنان وفي جسور جوية رايحة جاية وطيارات رايحة جاية ولسه سمعنا عن طيارة مصرية وإماراتية وسعودية وخلافة ده كويس جدا ولكن لابد أن إحنا كمان نشوف مدى فعالية الجهاز الإداري في توزيع هذا القدر من المساعدات على النازحين في حالة غزة الوضع أصعب بكتير لأن مفيش زي لبنان مفيش حكاية أن في عندنا أكسس ومطار بيشتغل وننزل لا مفيش ده وضع غزة أصعب بمراحل ولن يتطلح الموقف إلا عندما يتم الوصول إلى وقف إطلاق نار وتخرج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ده أساسي ده أساسي لكن إلى هذا الحين هتفضل مسألة المساعدات الإنسانية مشكلة ضخمة جدا للأسف